احفظوا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لتهل السلف الصالح الله يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فكثرة الاستغفار سبب للرزق كثرة الاستغفار سبب للانجاب سبب للانجاب وانا اروي هنا قصة لما فيها من فائدة وما كنت لارويها الا لذلك قبل فترة طويلة جاءني شخص من البادية من اهل المدينة لقيني بعد الصلاة عند باب المسجد وقال لي انا متزوج منذ اكثر من ست سنوات ولم يحصل لي ذرية وانا متقطع ومتألم وفي شوق للاولاد ورغبة شديدة للولد يقول فانا في شدة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى يقول يوم من الايام في صباح الجمعة قمت في الصباح الباكر وانا متضايق جدا من الوضع الذي انا عليه يقول انفجرت على اهلي في البيت والقيت اللائمة كلها عليهم قلت انت ما تنجبين وانت كذا ونحن ما نبقى مع بعض مع ان بيننا محبة ومرتاحون لبعض يقول يقول انفجرت عليها وقلت ما نبقى مع بعض انت تمشين في طريقك وانا في طريقي واصبحت نفسيتي متعبة جدا في ذاك اليوم وخرجت من البيت لاصلي الجمعة وزوجتي في البيت تبكي من المصيبة التي المت وتنتظر انني اتي بعد صلاة الجمعة لاطلقها وافارقها وانت تكون هي في سبيل وانا في سبيل يقول خرجت لاصلي الجمعة ومررت ببعض المساجد كل مسجد وريد ان اصلي فيه يقول تنصرف نفسي الى ان جئت يقول وصليت معك انا في احد المساجد وصلي الجمعة اماما يقول فصليت معك فكانت الخطبة عن الاستغفار كانت الخطبة ذاك اليوم عن الاستغفار وفوائد الاستغفار وكنت في تلك الخطبة جمعت ايات واحاديث في فضل الاستغفار ومكانة واثارة على العذب في الدنيا والاخرة جمعتها وعرضتها في تلك الخطبة يعني لم اتي بشيء جديد وانما مثل هذه الايات عرضتها مثل ما يعرضها اي خطيب يقول فاسمعت للايات وكل الشيء الذي كان في نفسي والانفعالات التي في نفسي يقول كلها انتهت وخرجت من باب المسجد وانا اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله مشيتنا استغفر ثم دخلت على زوجي في البيت وكنت لها ونفسي طيبة مرتاحة قلت لها لن نفترق باذن الله اطمئني لن نفترق لكن استغفر الله اكثر من الاستغفار ولا خصف لها موضوع الخطبة يقول وانا الان جئت ابشرك ان زوجتي حامل جئت الان ابشرك ان زوجتي حامل فهذه يعني من قصة من قصص كثير تمر على الناس فينبغي على الانسان في اي امر واي مصيبة تواجهه من فقر من عوز من دين من عقم من الى اخرة ان يستغفر الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم